ما قالوا لك يا يسم؟ نعم قالوا لك؟ قالوا لي كل حاجة قالوا لك تمام؟ لا ما هتشال لي حاجة أنا أقول لك أنا أنا أنقص غز يلا يلا خلال من تحت من تحت المروح دع سيبك ملا بعد إذن خلاص التمريد خلص يلا المروحة دي هي آلة تعمل بالتقة الكعروبية تعمل بالتقة الكعروبية لإخراج الطيار من الهواء رياح المروحة دي هي عطل كبير أنا ما عرفش أنا ما عملتش حاجة هي بتتكلم على إيه؟ هي بتتكلم على إيه؟ أنا بشو خبالي هي بتتكلم على إيه؟ شغلي أنا أنا وأنا اللي بينته وأنا المسؤول هتحكم فيه زي ما أنا عايز هتحكم فيه زي ما أنا عايز المروحة دي فيها عطل كبير كبير قوي ما عرفش من إيه؟ كل ما لفها كده وقول لها تطلع على هوا تطلع على هوا وقليها الخالص مش عارف أعمل فيها إيه؟ أنت حابتني بس ديها هوا في دماغك أنت وأنت اللي اخترعتيها أنت اللي وصلتين للكده المروحة دي المروحة بتاعتنا فيها ثلاث ريش أنا بس اللي عارب بالموضو ده يا ريشة واثنين وثلاثة دي حاجة كبيرة جدا إن فترة ريش والمشكلة كبيرة إن الثلاث ريش مربوطين في مقعد واحد ما ينفعش أي ريشة تحصل الريشة التانية خالص استحالة إن إيه ده يحصل؟ شغل أنا اللي حرقته وأنا المسؤول عنه الغريب في الموضوع إن الريش بتلف حوالي نفس بتلف في نفس الدايرة هي هي بالزبط بس ما بتفتكرش إنها بتلف في نفس الدايرة دي خالص وبرغم من كده ما بتخرجش عن النطار بتاعها ده وقت بس عادي ما فيش ريشة هنسيبيت تانية وتروح في حتة تانية لأنهم متسبتين في رجال واحد وبرضو نفس الناتج هو واحد المروحة دي بتلف ثلاث لفات في الثانية الواحدة يعني مية وتمانين لفة في الدقيقة يعني عشر تلاف وتمنمية لفة في الساعة الواحدة ميتين تسعة وخمسين ألف ومتين لفة في اليوم الواحد وبرضو ما بتشتكيش ما بتشتكيش خالص وقفة ثابتة في مكانها وكل ده أنا هتجنن أنا مش عارف دوت ليه مش عارف أعمل معها إيه وفي الأول وفي الأخر يا مروحتي حبيبتي أنا حبيبتي ما قدرش أعمل معها أي حاجة خالص يا طرى نفس أسألها بتحس بإيه لما بتلفي رد علي بتحس بإيه لما بتوفي مش عايزة ترد علي خالص أنا كده مبقاش مجنون وفي النهاية أنا مش عارف أنا عملت كده ليه أيوة أنا اللي حرقت الشغل أنا اللي حرقت الشغل أنا اللي حرقت الشغل يعني يبقى فعلاً لقينا اللي حرقت الشغل واعتره وعرفنا مين اللي هنقض غزي وعرفنا مين اللي هنقض غزي عسنت يا سيبة عسنت أمر مش ممكن موسيقى